كما هي جرت العادة ينتخب الصحفيون غدا الجمعة نقيبا جديدا وستة من أعضاء مجلس النقابة ده بيتم في انتخابات التجديد النصفي في 13 مرشح هيخوضوا الانتخابات على مقعد النقيب وفي 42 مرشح هيخوضوا الانتخابات للعضوية النقيب الحالي ضياء رشوان قال إن هناك إجماعا من مجلس نقابة الصحفيين بأن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية والتي ستتسلم جميع اللجان نحن عارفين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يتجاوز 9853 صحفيين عشان يكتمل النصاب القانوني بعد الفترة اللي فاتت دا تاني دعوة لابد من حضور 25% زائد 1 قال كمان أستاذ ضياء رشوان أن النقابة الصحفيين لم تشهد لحظة في تاريخها إلا المنافسة الشريفة ويكون يوم الانتخابات بمثابة عرص ديمقراطي وبالتالي الجميع يتطلع لهذا اليوم طوال الوقت ليس فقط لانتخاب نقيب ومجلس جديد ولكن أيضا لرؤية الصحفيين بعضهم البعض كما أن فرز تصويت انتخابات النقابة سيكون على رؤوس الأشهاد الحقيقة كلام دا كلام مطمن ودايما انتخابات نقابة صحفيين تتميز بالنزاهة والشفافية أمام الجميع ولكن علينا جميعا أن نختار الأصلح أن نختار الذي سيقف جنبا إلى جنب مع الصحفيين أن نختار من سيحول بيتنا نقابة الصحفيين إلى بيت يفتح أبوابه بشكل دائم ويقوم على الخدمات نحن نريد نقابة وطنية ولا نريد نقابة للصراع السياسي والحزبي فليخلع كل منهم ردائه الحزبي أو توجهاته السياسية نريد فقط أن يكون للنقابة دورها الوطني الذي يتفق على ثوابت الوطن وأيضا نريد الحماية الكبيرة للمهنة وحرية المهنة وتطوير المهنة وحقوق الصحفيين القضية ليست فقط انتخابات ولكن الحضور غدا بعدد كبير جدا من الصحفيين مهم جدا مش كل واحد يقول أنا مش رايح أو ده مش عجبني أو ده مش عجبني لا روح ودلي بصوتك لكن لابد أن نظهر غدا أمام الرأي العام دول صحفيين مصر الشرفاء أصحاب الرأي وأصحاب الموقف لما انت كصحفي ما تروحش تدلي بصوتك أم من مين اللي حيروح فلابد بكرة يكون فيه جمع كبير جدا من الصحفيين يذهب إلى النقابة وكل شيء منظم وكل شيء ميسر وحتم المسألة وتنتهي بكل سهولة احنا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لأنه احنا عارفين كل صحفي عقله كبير وحيختار ما يريده بحدش بيفرض على حد حاجة ولا رئيس مؤسسة يجي يقول للناس ادوا فلان او ما تدوش على الان لأ الصحفيين قادرون على الفرض بين الغث والسمين ونحمد الله سبحانه وتعالى ان كل جولات الحوار اللي تمت في الفترة اللي فتت كان فيها رقي في الحوار وكان في احترام لمشاعر الاخرين ودي الروح اللي احنا عايزينها تسود وسط جموع الصحفيين بإذن الله في نقابة واحدة من اهم النقابات في مصر والتي خاضت نضالات عديدة عبر النقاباء الكثيرين الذين يعني تبوأوا هذا المنصب الهام بكرة ان شاء الله نلتقي كلنا في نقابة الصحفيين عشان ندلي باسواتنا ان شاء الله